السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات لغاية النهاردة النهاردة فيه تجديد جامد في الحلقة مفيش شيف بدلناها فقرة تانية معانا تلت فقرات متنوعة الحلقة دي تعتبر حلقة فعلا دسمة معانا فضيلة الشيخ محمد نصر ديوان من علماء الأظهر الشريف وهنتكلم عن الحسد في البيوت ومعانا التاروت وده نظرا على الأقبال الكبير والرسالة الكتيرة اللي جات لي على صفحة الفيسبوك عايزين التاروت ومعانا بقى فقرة كده صغانطودة كده عن فن التجميل يلا بقى بينا على طول كده نبدأ علشان التاروت مجهز الكروت بتاعك صح؟ نطلع الفاصل صغير ونرجع تلك ورجعنا لكم بعد الفاصل الصغير ده وأستاذ محمد جهز لنا التاروت داخل الجامد أستاذ محمد صبحي خبير علوم الطاقة والتاروت معروف بملك التاروت على السوشيال ميديا عنده خبرة كبيرة قوي طبعا موضوع التاروت ده علشان فيه جدل حوالينه فأنا هسيبه إيه بقى يكلمكم إيه هو التاروت الأول أستاذ إحنا عندنا 79 كرت هو التاروت بيتصنف تحت علوم الطاقة يعني أنا من خلال الطاقة اللي موجودة للشخص اللي بقراله أو طاقتنا الشخصية اللي بحطها في الورق بتظهر معايا مجموعة الكروت هو التاروت كلهم 79 كرت فيهم كروت سلبية وفيهم كروت إيجابية الكرت اللي واحد فيه أكتر من 7 أو 8 رسائل إمتى بتقبير رسالة سلبية وإمتى بتقبير رسالة تفسيرها إيجابي حسب الطاقة بتاعتنا اللي حطها في الورق أو الطاقة بتاعت الشخص اللي بقراله يعني أنا بوجه طاقتي للتاروت نفسها للورق اللي موجودة تسألي السؤال أي أن كان السؤال هو الغرض من التاروت إن إحنا نديك دفع أو نساعدك في أي حاجة لو أنت عايزة تبدأي موضوع خايفة من الشخص اللي ممكن تبدأي معاه سواء في علاقات عاطفية أو في علاقات شخصية أو في شغل في أي حاجة فالغرض من التاروت إن إحنا بنتوقع حل العلاقة دي ممكن تقبناك حق أو فشل مالوش علاقة خالص بعلم الغيب زي ما بعض الناس يدعي دو مالوش علاقة خالص بالتنجيب هو التوقعات من خلال دراسة الورق أي طاروت بسهولة أي حد يتعلم التاروت بسهولة محتاج منك ممارسة محتاج منك متابعة من خلال الدراسة اللي أنت تدرسها الورق بتعرف إذا كان ده حاجة إيجابية أو حاجة سلبية وتقدر تحذر الشخص اللي قدامك بس مالوش دعوة خالص بموضوع الغيب لا أحنا بنعلمش الغيب هو كل الناس اللي بتتوقع النهاردة أي مجال في الدنيا بيباليه خبراءه بيتوقعهم ده ليه علاقة بالطاقة آه كرة القدم والرياضة والأرصاد والمدارس والمتاحة كل حاجة في الدنيا يعني كل مجال للخبراء بتوقع من خلال ممارساتهم وخبراتهم للمجال ده بيتوقع من بداية من متوشة الكرة لغاية أرصاد جوية ومدارس أي حاجة بقالها توقعات فالتاروا برضو من خلال الدراسة بتاعته احنا بنتوقع بس هي الفكرة احنا توقعات بتيبه شخصية لشخص أو بنتكلم عن مجموعة مثلا أبراج لأن الورق ده فيه أربع مجالات في حاجة تخص الأبراج النارية وبترمز لها مجموعة العسي وفي حاجة تخص الأبراج الهوائية بترزم لها مجموعة السيوف وفي حاجة بتخص الأبراج الترابية بترمز لها مجموعة النجوم وفي حاجة تخص الأبراج المائية مجموعة الكبس الكووس تمام عايزين نبدأ بقى كده في السريع تقول لي بقى كده إيه يعني إحنا مثلا داخلين على شهر مارس لو على سبيل المثال قلنا هناخد توقعات سريعة مثلا لشهر مارس تمام بس عشان بنخاطب حد معين هنمسك مجموعة أبراج معين يعني إحنا مثلا لو حطينا الكارتي ده هلأ إن الكارتي ده كبس بيتكلم عن مجموعة الأبراج المائية ماشي إيه بقى الأبراج المائية الأول؟ اللي هي السرطان والحوت والعقرب تمام تمام بيبقى ليهم صفات صفات الأبراج المائية إن هي بتقبل رومانسية جدا بتحب الهدوء بتحب الاستقرار ما عندهاش تصارب سأسويني كده أرجع وراء كده شوية تاني العقرب بيحب الرومانسي وكده العقرب رومانسي وهدي جدا طب المخرج بيقولك هو عقرب ما أنا هقولك العقرب معروف عنه الغموط هو رومانسي جدا وطيب جدا مع الناس المقربين لي يعني طالما هو بيحبك وطالما ما شافش منك غادر أو ما شافش منك لوع بيفضل قريب منك جدا وممكن يديك يعنيه بمغرب بس إما تعملي حرجة كده مش لطيفة بيقلب 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 عقرب يعني لسعيته عقرب عقرب بجد لكن هو طيب جد الحوت معروف عنه الطيبة والرومانسيات والانعزال دايما تلاقي برج الحوت منعزل الدنيا كلها في مكان وهو في مكان دا للواحد السرطان طيوب قوي داعم جدا للي حواليه أكتر حد ممكن تستشريه ويديك معلومة بيتأثر جدا باللي حواليه يعني لو هو في وضع كويس أو هو فرحان أو مبسوط واللي قدامه حزين بيزعل على زعك لو هو حزين واللي قدامه فرحان بيفرح لفرح فالسرطان من الناس اللي تتخذيهم أصدقاء مغربين جدا فدي مجموعة بتتكلم عن الأبراج المائية بصفة عامة الاربع كروت أو الخمس كروت اللي معنا دي حاجة بتتكلم عن شركات يعني وارد جدا أن معظم الناس في الأبراج المائية بيسعوا في شهر مارس إن هم يدخلوا على شركات يعني في حد ممكن يدخل على ارتباط مناسبات دا كارت بيتكلم عن إن في مديات أو في وفر مدية للأبراج المائية بشكل عام دا كارت بيتكلم عن إن معظم الأبراج المائية بتحاول تعمل نفسها التزان في حياتها في شهر مارس من دلوقتي عندهم شوية مشاكل أو عندهم خلل في مواضيع كتيرة قوي فهو قبل ما يدخل الشهر بيكرر أنه يعمل التزان للنفس يعني يطلع الناس السلبان من حياته يركز في شغله شوية يركز مع أسرته بلاشئ بمنعزل بلاشئ بغامض دي بعض الأفكار اللي ممكن يتعرض لها أو بعض الحاجات اللي ممكن يتعرض لها الأبراج المائية الكنج في قبس دا حاجة مش جديدة يعني هو دا كارت بيقول إن معظم الأبراج المائية بلا استثناء عندها نية الدعم أو عندها استعداد لدعم اللي حواليها لهم بيقربوا من الناس اللي حواليهم لو حد عنده مشكلة هتلاقيه بيساعده دا على مدار شهر مارس دي بصفة عامة يعني بس هنا فيه تحذير لإني فعلا دا كارت بيقول إن الأبراج المائية فعلا محتاجة بعضهم يعمل توازن لحياته يعني لو فينا السلبية في حياتهم لو عندهم مشاكل بيفكروا فيها باستمرار بلاشي بالتفكير السلبي مستمر بلاشي بالتفكير في السلبيات بس في عندنا جزء إيجابي في حياتنا في حاجات كتير كويسة في حياتنا فهو محتاجين يعملوا توازن بعضهم نتيجة بقى مشاكل حصلة عندهم في أسرتهم نتيجة مشاكل في بيوتهم في شغلهم يعني في تحذير في تحذير لازم يبع عندهم توازن لأن طول ما هو بيفكر في الجانب السلبي بس هتفضل حياته في رقود مش هيخطي خطوة قدام والأبراج المائية بتتأثر بسرعة يعني كلمة زي ما يقوله كلمة وديه وكلمة جيبه فهو ما بيتأثروا بسرعة فدكرت بيتكلم عن إن معظمهم لازم يبع عنده توازن لحياته تمام نكمل نكمل لو هناخد مثلا دي كروت تانية هو الكروت شكلها مختلف بس هي مضمونها واحدة يعني الكروت الرسومات اللي فيها أو الكالرز بتاعها البتجراوند بتاع الكارت بيبقى مختلف لكن مضمون الكروت كلها واحدة كلها واحدة تمام آه ورينا كده شكل الكروت كده برضو حاضر للاستاذا المشاهدين كده دي نسخة الرايدر آه تقريبا أول نسخة اللي هي دي دي أول نسخة طلعت للطرق واللي هي أي حد ممكن يشتغل بها أو يبدأ بها تمام ودي نسخة تانية نفس المضمون يعني مجموعة العصي مجموعة السيوف نفس المضمون الفكرة بس بتختلف في رسمة الورق وفي الألوان بتاعتها والشخص بقى اللي بيقرها بيفسرها الطريق يعني الكارت الواحد ممكن أكتر من كارت نفس الكارت ده بس كل واحد يفسره بالطريق بتفسير آه تمام ودي حاجة تخص الأبراج النارية اللي هي الحمل والكوس والأسد لأن ده كارت الأبراج النارية ده الحمل والكوس والأسد والأسد هنا احنا بنقول اتوصى بقى بالله بالكوس 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 والأسد احنا بنتكلم في أن في حاجة معلقة في حياة الأبراج النارية معظم يعني يعني ده كارت بيتكلم عن أن في موضوع معلق عند الناس يعني الأبراج النارية موضوع متعلق بقى له فترة ما تحسمش فيه أو أن هما وصلوا مرحلة تشاؤم وزعل من حاجة واحدة مش عايزة تخلص من كتر التفكير فيها من كتر من موضوعهم استمر مطول هما زهروا فقدوا الأمل طيب ده كارت بيقول أن هما هيدخلوا شهر مارس وعندهم عزيمة وإصرار أن مفيش حاجة تكسره يعني الحاجة اللي هو كان ممكن يكون فقد الأمل فيها البيجيو في كافس بتقول أن ممكن تلاقي حد بيدعمك أو حد بيساعد الأبراج النارية في أنها تحل مشكلتها يعني لو تكلمنا عن حاجة مثلا تخص نزاع قضائي زي الورث أو المشاكل الأسرية أو أن حد من الأبراج النارية بقى له فترة بيسعى أن هو يبدأ شغل جديد أو يفتح مجال جديد وموضوع طول فهو زهق ويقص لا في شهر مارس في البيجيو في كافس بيتكلم عن أن في حد ممكن يمدي إيده لصاحب الأبراج النارية ويساعده في أن هو يحل له مشكلة أو يساعده في أن هو يبدأ شغل أو يدخل معاه شراكة شغل جديدة الاسف كابس برضو بيتكلم عن بداية يعني صاحب البرج النارية هيتقبل الشخص ده يعني مش اللي هو حد جاي يساعدك فتاخدي منه موقف تقولي لأ أنا ما ضمنوش أنا ما يعرفش ده إيه لا ده حاجة بتقول الاسف كابس أن أنت هتتقبل الدعم هتتقبل الشخص هتسترياح نفسيا للشخص اللي ده خلق ممكن يكون داخل حياتك جديد أو أول مرة تعرفين كبورج ناري وطبعا الأبراج النارية مش بيسولة تسق في حد وخصوصا للأسد من الأبراج اللي مش بيسولة يسق في حد بس لو ما يبسك في حد ويدي له الأمام بيضاء رائع منو جد فالاسف كابس وليبيج في كابس بيقول إن فيه طاقة جديدة للموضوع اللي الأبراج النارية كانت هيقست منه أي أن كان الموضوعه موضوع شغل أو موضوع ورسة أو موضوع نزاع قدائي أي أن كان الموضوع حتى لو فيه تصالح وبين اتنين منفصلين في مشاكلهم من موضوع طول وحد من الأبراج النارية أو أحد الأطراف فيهم فقد الأمل للموضوع مش هيتحال لا البيجي في كافسول إيس في كافسول تقولي أني فيه تصالح وفيه بدايات جديدة لنفس الموضوع لنفس الموضوع اللي هم كانوا تقريبا يقسوا منه والله أعلى وأعلى طبعا دي كلها بتبقى توقعات نتيجة دراسة الكروت اللي احنا بنحطها قدامنا ما بنتدخلش معلاش عالقة خالص بعمل غير طيب فاضل معنا بقى مجموعة الأبراج الترابية ومجموعة الأبراج الهوائية دي مجموعة الأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والدلو والميزان هي أبراج هوائية أهم صفاتها أن هي ملهاش ملكة ملهاش إيه؟ ملكة متقلبة المزاج بسرعة فاللي على علاقة بحد من الأبراج الهوائية لازم يبعرف أنه هو شوية فوق وشوية تحت مش هيبقى رائب منه هو بطبع هوائي مش قريب على طول وخصوصا الجوزاء يعني من الأبراج اللي هي الجوزاء معروف اللي هو متقلب الصبح تلاقيه حاله بالليلة تلاقيه حال تاني والدلو نفس الوضع الدلو لأ بس مش بالدرجة اللي فيها الجوزاء الدلو بيبقى متقن شوية مثقف جداً بيحب الدراسة وبيحب الثقافة بيحب يقرى كتير الميزان صديق حنون جداً يعني الميزان من الأبراج الهوائية اللي ممكن تستشريها وممكن بينتقد بس بينتقد الشخص عشان يوقفه مش عشان يكسره يعني لو أنت حد من الميزان مقرب منك وعملت غلطة هوا عشان بيحبك هتلاقي بيانتقد الغلطة دي بس هو بانتقدك عشان يطلعك بالظبط نصيحة فدي حاجة تخوف شوية كارتي ديفل اللي هو كارتي الشيطان بيقول إن ممكن بعد الأبراج الهوائية تتعرض لعلاقات تحت بند الشيطان يعني علاقات شيطانية شوية فده يخلينا نحذر هو فايدة التاره هنا أنا لما شوف كارتي زي ده فبحذر مجموعة الأبراج الهوائية إنه وارد جداً تدخله في علاقات أي أن كانت العلاقات هي مش بنصنف يعني مش علاقات شخصية أو علاقات عاطفية عمتاً عمتاً أي أن كان في علاقة من دول هتقبق تحت بند الشيطان يعني الشخص اللي هيدخل حياتك داخل قدامك إنه هو عايز يساعدك بس هو مش عايز يساعدك هو طمعان في حاجة عندك أو أن أنت ممكن تدخل شراكة مع ناس سلبية فتخسرك أو أن أنت ممكن ترتبط بحد أو يرتبط شخص بحد في علاقة سلسية العاقة السلسية اللي هو راجل معه اتنين مثلاً أو حد حط نفسه هو مرتبط فبيحط نفسه في علاقة تانية فده بيعمل مشكلة شوية فطالما نشوف كده أو طالما نشوف نكات يديد أو نيه حط نفسه في علاقة تانية خليه في بيته عشان كده هحنا بنحاضر عشان كده هحنا بنحاضر يعني مغارق جداً من على السوشيال ميديا واحدة تتعرف على حد يتوجب بشكله أو بسلوبه أو بكلامه تخرب بيته بقى لو هو ممكن ندمر حياتها هو ممكن يعشمها وفي الآخر بتتفاجئ ان هو مرتبط زي ما بيحصل احنا يومين بتيبقى مشاكلنا كده الشخص اللي جايلي انا اتفاجئت ان هو مرتبط بعد خمس شهور عشرة أو خمس شهور كلام مثلاً طب انت كنت فيه صح مصبوط فده بتيبقى المشكلة فلما بيظهر كارت ديفل بنحذر بنحذر يعني ايه يعني طالما دخل حد في حياتك أو دخل حد في حياتك لازم تتأكد من مشاعر الشخص ده سواء بقى انت في شغل أو في علاقات شخصية أو في ارتباط عمتاً اه طيب فكارت ديفل ده تحذير الأبراج الهوائية ان انت في شهر مارس وارج جداً تتعرض لبعض المشاكل السلبية فخليك حريس من اي حد ممكن يدخل حياتك طيب في كارت التين فونتز بتقول لي أو العشر سيوف العشر سيوف هنا اصور العشر عصي هنا احنا في الطرو ما عندناش رقم فوق رقم عشر رقم عشر ده النهاية بتاعة اي عدد فمجموعة العصي العشر عصي بتقول ان الأبراج الهوائية عليها سترس كبير قوي ممكن تكون في الفترة الحالية احنا لازم نبعارفين وضع الشخص الفترة الحالية ايه عشان نتوقع اللي جاي بالنسبة له فالفترة الحالية التين فونتز بتقول ان الأبراج الهوائية عليها سترس كبير قوي مضغوطة جدا ميش فانت في شهر مارس ما عندكش ضغوط تاني لان انت خلاص وصلت لقمة الضغط اه او لقمة الزعل فخلصت خلصت فاللي داخل كمال اللي بيأكد ان انت هتتخطى المشاكل اللي عندك دي الكارت ده اسمه كارت العربة اللي هو بيقول لي ايه العربة اللي هي حد راكب وبيقوت حيط تعمل فانت بترتيب الكروك كده مطلوب منك ايه كبورجي هواقف شهر مارس تخلي بالك من التصرفات اللي ممكن يكون فيها بعض الأفكار الشيطانية او الناس السلبية اللي هتدخل حياتك الحزن اللي انت وصلت له او اللي انت فيه حالية مش هيجيلك تاني خلاص انت خطيت المرحلة دي فخلي عندك ثقف ربنا وخلي عندك ثقف نفسك ان انت تتجاوز السلبيات بتاعتك الكارت بتاع العربة بيقول حاول تكون مسؤول عن حياتك يعني ما ترميش حياتك على حد تمام عشان الوقت الفقرة بس كده خلاص فعايزة بس حاجة الأبراج الفضلة ايه الترابية الترابية سريع بقى كده سريع الأبراج الترابية اه دايما مظلومة الأبراج الترابية صح اه ايه ايه بقى الأبراج الترابية التور والجدي والعزراء تمام اه سريعا الأبراج الترابية تمام اه في حاجة بتقول ان هم عندهم اه معظمهم معظم الأبراج الترابية اعتقد التور بنسبة كبيرة تمام عنده نجاح وبيبدأ يطور من نفسه في شغله بيعلم نفسه حاجة جديدة وبيعلم اللي حواليه يعني حد من برج التور تقريبا يعني داخل مشروع جديد او او بيتفرغ لمجال سوشيال ميديا او شغل فبيتعلم حاجة يطور بها ذاته وهيعلم بها الناس اللي حواليه تمام ده كارت الكوينة في وندس بتقول ان انسة من او سيدات الأبراج الترابية بشكل عام عندهم عقلانية او الاسبوضة اه صور الشهر عقلين يعني اه عندهم عقلانية يعني كل المشاكل اللي ممكن تواجههم هيقبلوها بعقلانية اه اه ايا كانت المشاكل اللي عندهم ايه تمام طيب اه ده كارت بيتكلم عن اسرار و عند للابراج الترابية بنسبة كبيرة هيكون برج جدي لان هو معروف بعنده فده كارت بيتكلم عن عن العند والاسرار بس هو هنا بيحظر مفيش داعي تفضل مستمر في العناد لان ممكن عنادك يوديك في مشكلة جايز تقابنت نفسك في الحاجة وعايزها وعارف ان دي ايجابيات بالنسبة لك بس بعندك مش عايز يضايا بس تمام اه التاروت لا التاروت بحره مجاله واسع طبعا الكارت الواحد اصدر فيه اكتر من ستة او سبع مسجات يعني اه يعني ده ممكن يتقري خمس ست رسائل اه بكذا طريق حسب تسلسل الورق طبعا تمام وحسب عدد الورق اللي قدام اه بالنسبة للقراءة الخاصة للتاروت اه دخلوا بقى على صفحة الفيسبوك التاروت مع محمد مزبوط كده اه فعلا هيفيدكو كتير يعني يعني عن خبرة بجد هيفيدكو كتير بشكر حضرتك جدا وان شاء الله مش تابع طبعا اخر فكرة بشرفت معينا وبعتذر طبعا عن المكالمات اللي ما قدرتش اخدها اه الفكرة كنت عايز اطلع منه كل المعلومات والتلفونات طبعا هتعطنها فبعتذر لكم ونطلع بقى فاصل صغير ونرجع تاني نواصل بقية فكرتنا